السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و صمدي هن شاء الله نقدمو واحد موضوع ديال ما هي الشهور الشهور السنة التي يمكن فيها تحصين الاراني دا كما كان عرفو يعني بالنسبة للمبتدئين كل شيء يخاف من هالقضية ديال التحصين يعني من كيسمع تحصين كيقول بلي راكين شي حاجة ما هو التحصين ديال العام كامل شنهو الأمراض شنهوما بالنسبة للتحصين راك ساهل ماهل يعني بالنسبة للطريقة ديال التربية ديالاني بالواحد ما يخافش يعني كل مبتدئ انا كننصح كل مبتدئ انه يتبعد فيديويات في هذه القناة او في قنوات اخرى و يشوف شنهو التحصين تحصين عموما راكين جوج ديال انواع ديال التحصين التحصين ضد التسمم الدموي والتحصين ضد التسمم معاوي التسمم الدموي هو الشائع يعني هو اللي كي يمرضو بيالاني بزاف يعني مني كيموت الأرنب اللي يحفظ كي يسيلو دي دم من نيفو اما بالنسبة للتسمم معاوي هذاك معروف كي يقولي كي يكون عندو الأرنب يعني كي بقي يجري في واحد جهة كأنه خائف من شيء ما وتكيطيه يعني قدام كيطيه كي النوع اخر كي يسيلو الماء من اللور دياله اذا كنهو الانواع ديال التحصين واسموهما الشهور اللي ممكن اننا نحصنو فيها كين ثلاثة ديال الشهور اللي هي اللي كيكون فيها الأمراض اي موربي ديالاني يكون على بال بهذا القضية ديال الشهور اللي كيكون فيها الأمراض اذا اول شهر هو شهر ثلاثة تابعوا شهر ستة وتابعوا شهر تسعة هادو كيكون فيهم الأمراض بزاف و أغلبية كيكون فيهم الأمراض ديال تسمهم الدموي يعني هادو كيكون في الجو ما يمكنش ماشي حنية قضية ديال تنظيف أو نقول له جاراب أو إلا هادو كوكسيديا يعني كوكسيديا أو الكروكسيديا لا هادو كيكون شي أمراض هادو كتجي في الحين يعني من أخطاء ديال الموربي أما بالنسبة هادو شهر ديال شهر ثلاثة و شهر ستة و شهر تسعة هادو كتجي فيهم واحد الأمراض يعني فيروسية ما يمكنش حنايا نشوفوها بالعين أو نكونوا حنايا اللي خطأنا باش باش دلنا هادو كذلك المارض لا بالنسبة الأسماء ديال الأدوية معروفة يعني كيني بخافاك كيني بخافاك هو إبرة ديال التسمم الدموي كتضرب فوق العنقرة يعني كتجبد للحم و كتضربها تحت الجلد يعني فوق العنقرة يعني فوق العنق كيني التسمم الدموي وهذا كيني التسمم معاوي الناس اللي بغاو يضربوا ليبرة كيني تسميتها سيفافاكس سيفافاكس الناس اللي بغاو يديرو السيرو سوا رخيط في الثمان رادي ما كان هادر عليه هبا غينول هادر عادو ولا متاح في الصيدريات وراقول شي للموابين سعملو وراه داير بحالو بحال TPS-TMP-S هاداك دوا يعني مني كتشوفو الأراني بديلكم بدوي مرضو من الكرش ديالهم الناس اللي كيعفعو الأشياء الخضراء كتديرو هاداك TMP-S أما التحصين هبا غينول هبا غينول كتبدأ ب-H هبا غينول الناس اللي محترفين راه كيديرو هادا الأدوية الناس ملتدئين ميخافوش يقولوا بيلي راه كينشي أنواع أخرى من الأدوية ولا راه هادوهم والأدوية المتاحة اللي كينف السوق يعني بالنسبة في المغرب هادا أول الأدوية اللي كينين بالنسبة للمصريين أو سوريا أو الخاليج يقدر يكون عندهم أدوية أخرى ولكن من نفس نفس التركيب ومعاد بالنسبة للمصريين عندهم القادية ديال مشي أدوية وإنما الأشياء ديال الخصوبة يعني معادن حال ثنائي فوسفات السوديوم ثنائي فوسفات الكالسيوم هادو بالنسبة للخصوبة اللي كتكون هي داخلة في المكونات ديال السيكاليم نتوما بالنسبة كمبتادئين ما تديرون جوش راسكم في هذه الأسماء كاملة كين جوج ديال الأدوية اللي هي عبارة عن إبرة كتتضرب من سنة لسنة هي كوني بخافاك وكين بالنسبة لتسمم المعاوي كين هيباغينول هادو جوج أدوية دابا حاليا راها ما تنسوش كوني أن شهر ثلاثة قرب يعني في بالنسبة للإبرة ديال كوني بخافاك راها مني كتتضرب كتبقى خمستاشر يوم الخمستاشر يوم عاد باش كتشد عاد كيبان الفعالية دياله يعني الناس اللي ما ضربوهاش في شهر ثلاثة وعاد ضربوها راها خاصة تكون في شهر جوج في النص دياله باش بحرات تشد في شهر ثلاثة إن الشهر ثلاثة لكي وقعو هاد النواع ديال الامراض ديال تسمم الدموي وكذلك تسمم المعاوي تسمم معاوي حاولوا أنكم خلفه بحال هادي صاف يديروا لها التقاديات التسمم معاوي ممكن أنكم مرة مرة تعطيهم أشياء الخضراء قوشور إنه باش دياليو ما تقاوش غي السيكاليم إن السيكاليم راح غالي شوية في الثمن ممكن أنكم تخلطوهم شوية بالخضرات شوية بالخضر شوية ديال الخضراء شوية ديال نباتات الخضراء هبا غينول وهالقضيات تكون مزيانة إن شاء الله إذا هدا هو الحلقة ديالنا ديال هاد النهار يعني الشهور التي تكون فيها الأمراض بالنسبة للأراني شهر ثلاثة وستة وتسعة أحضروا حصنوا الأراني بديالكم باش منين يكون عندكم كثرة الولادة الإنتاج ما تشيس خليوا تالوا حد الوقت وانتوما تبقاوا غافلين وتقولوا بيلي را 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 القادية مزيانة وتالوا ذاك الوقت ويقاوا يموتو لكم حصنوا من من دابة باش في ذاك الوقت ما يموتوش الأنانيب ديالكم وتستفدوا منهم يكبروا بوح طريقة جيدة وتستفدوا منهم كلحوم وكبيع المهم يعني تحسوا برأسكم أنكم كتربيوا أنانيب وكتستفدوا منهم ديال الحلقة ديالنا هي راها سهلات الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا تكيوا على زير جيم ما تنسوناش بزير جيم باش تسندونا وتكيوا على زير الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله